عشق الموسيقى وصائغ أجمل ألحانها لا يفكر يوما باعتزال عطائه الفني مهما تقدم به الزمن فهو كشط العرب لا ينضب أبدا طالب غالي فنان تركت ألحانه بصمة فريدة في الغناء العراقي يعود من غربته في الدنمارك إلى حبيبته البصرة لينجز مشروعه المؤجلة بتسجيل عدد من الأغنيات الوطنية على نفقته الخاصة عندي من الألحان الكثير ولكنه في الكاسيتات مظموم أنا أحاول أن أوثق الآن فسجلنا أول عمل هذا الوطني سجلنا أغنية صوفية للشائر الكبير أستاذ صلاح نيازي هذه أغنية صوفية كلما الليل وسجع أستودع الله في بغداده قمارا الحان أغنياته سرعان ما تسيطر على الوجدان وتنفذ إلى القلب وتندمج معها فيما يحتاج أداؤها إلى موهبة عارفة بخبايا الموسيقى ونغمها هذا ما يقوله الفنان واثق الأديب إذ وقع الاختيار عليه ليوثق بصوته أحدى أغنيات طالب غالي يعتبر همزة الوصل ما بين الجيل القديم والجيل الشبابي وكذا فأنا لما اتعاملتها شفت الملحن الكامل اللي يربط القديم بالحداثة وأعمالها جدا جدا دقيقة وجميلة جدا بها تنوع بالمقامات والإقاعات الفنان طالب غالي متعدد المواهب فالتلحين لم يكن موهبته الوحيدة بل سبقها كتابة الشعر وأقصى أمنياته اليوم أن تخرج أغنياته التي أبدع في تلحينها إلى الجمهور الذي طال غيابه عنه أنا وثقت ثلاث أغاني جدا جميلة بس عندي ما يربو على عشر أو خمسطعش لحن وهذه طبعا يراد لفترة زمنية حتى أسجلها ويراد لهم مصروف مادي مقابل مادي أنا قلت لك تصلت كذا فضائية ما وجلز ولا فضائية لبت دعوتي رغم أنه هنا يهداء لهم يعني أقصى حلمي أن أرى هاي الأعمال تشوفها الناس حتى نزرع البهجة الحلوم عدهم نفرحهم نزرع الفرحة الأمل هذا الأمل المستقبل إحنا يعني مرينا بغروف كل صعبة تعرف وخلال مسيرته الطويلة قدم الفنان طالب غالي عشرات الألحاني بداية مع المطرب الراحل فؤى سالم وليس انتهاءا بأعمال مسرحية وأوبريتات بقيت شاهدا على تجربته المميزة سعد قصي يو تي في مدينة البصرة